من أثناء ينضم إلينا خبير الاقتصاد السياسي وإدارة الأزمات والصراعات الدولية الدكتور عبداللطيف درويش أهلا ومرحبا بك معنا دكتور عبداللطيف السياقات العامة والتحولات الجيوسياسية وأيضا الأزمات الناشئة فرضت بشكل أو بآخر على رؤساء وقادة دول العالم وعلى ما يحدث الآن في دافوس تحديدا أن تكون الحرب على قطاع غزة من ضمن الأولويات الآن في ظل التغيرات الجيوسياسية والأزمات الناشئة كيف يمكن التعاطي لسياقات العامة لهذه الدول مع ما يحدث؟ الحقيقة يجب أن نترجم كل الذي يحدث الآن هو عملية صراع بين قطب الغربي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية سيطرتهم لسنوات طويلة على القرار السياسي والاقتصادي الدولي وعلى السياسة الاقتصادية الدولية الآن ظهور أقطب جديدة يترجم بطريقة أو بأخرى من خلال الصراعات هنا وهناك حتى موضوع غزة هو بالأساس سعي الكيان الصهيوني لسيطرة على غاز غزة وهي الشركات المتعددة للجنسيات التي لا يمكن أن تتوقف عن عملية التعاطي بإجحاف مع تروات الدول وتروات الدول العالم الثالث وأيضا هو جزء من السياسة العامة لإيجاد بديل عن قناة السويس موضوع يسمى بقناة بن جوريون وأيضا الصراع في موضوع أوكرانيا هو صراع أيضا نفوذ بين الشرق والغرب نتيجة فشل الغرب في الاحتفاظ في موقعه أمام مظهور أقطاب جديدة كالقطب الصيني وبعض الدول الآسيوية المتقدمة التي نجحت في أن تستحوذ على جزء كبير من الأسواق وهو ما يصارع الغرب للحلولة دونه وأيضا السيطرة على مراكز القرار في موضوع الطاقة ولكن أعتقد أن الذي يحدث لا يمكن أن نسأل الدول الغربية بأن تتنازل وأن تقدم تنازلات إنما يجب على الدول أن تنتزع قراراتها السيادية والاقتصادية والسياسية بأن تأخذ مسارات أخرى من خلال تحالفات إقليمية لإيجاد حلول لمشاكلها الاقتصادية وأيضا إيجاد أسواق لبضائعها وسعي إلى تنمية أنظمتها البنكية وأنظمتها المصرفية وأنظمتها الاقتصادية هذا ألا يمكن وصول إليه دون عسكرة هذه المنطقة الحساسة في العالم عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية وهي قضية محورية نتجت بكل الأزمات الحديثة سواء الجبهة المشنعلة في جنوب لبنان أو حتى أزمة البحر الأحمر الإيران الآن نتحدث عن دخولها مجددا إلى خط العراقي وقصف لكردستان العراق هذه التطورات كلها نتجة عن القضية الفلسطينية ألا يمكن إيجاد مثل هذه البدائل وإيجاد مثل هذه التقلبات فيما يتعلق بمصالح الدول دون عسكرة هذه المنطقة يعني أولا لو عندنا بالتقليل تاريخينا الوراء وإيجاد الكيان الصهيوني بالأساس كان هو أن يكون هناك عبارة عن قاعدة عسكرية متقدمة للسيطرة على مراكز الطاقة في منطقة الخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط فبالذي يحدث هو سعي الغرب للاحتفاظ بهذا الموقع والاحتفاظ أيضا بأسواقي نتيجة كما أسلف تقدم الصين في هذا المجال أعتقد الغرب إذا جئنا هناك ديون السيادية الغربية تصل في بعض الدول إلى 130% الديون السيادية الأمريكية تصل إلى 33 تريليون ونصف نحن نتحدث عن دول تعاني من أزمات اقتصادية تسعى لتصدير الأزمة وهو أساتذة في تصدير هذه الأزمات القضية الفلسطينية هي أزمة من صناعة الغربية بالدرجة الأولى والآن الصراع يترجم بشكل قوي نتيجة سعي هذه الدول للسيطرة على غاز البحر المتوسط شرق البحر المتوسط حل الخلافات مع تركيا بين اليون والتركيا ولكن القضية الفلسطينية هي الحل هي ترحيل السكان والسيطرة على البترول الموجود في الضفة الغربية من خلال ترحيل سكان الضفة إلى الأردو وتحرحيل السكان غزة إلى كل مناطق العالم فبالتالي أعتقد لا نطلب من دول لا يعمل بها الآن في عمليات التصدير سوى الأسلحة والأسلحة من خلال صفقات الأسلحة التي يعملها الغرب والأمريكان هي تؤجج هذه الصراعات وتشجع عليها وأعتقد أننا الآن أمام المشكلة الفلسطينية التي أيضا ستقود إلى صدام كبير في حالة عدم وجود حلول وأيضا لا ننسى أن هناك أيضا توترات في بحر الصين بين الولايات المتحدة الأمريكية وهي أيضا ملف آخر في عمليات الصراع بين الأقبار أعتقد أن القائمين هما نتحدث عن عشرات الملايين يعملون في الصناعة العسكري واجب صرفه وأيضا الشركات الكبيرة التي تسعى للسيطرة على الطاقة للسيطرة أيضا على القرار الاقتصادي أو نمو الاقتصاد الصيني حيث أن الصين تعتبر مستورد أساسي للغاز والبترول من دول الخليج ومن إيران هل تعتقد بأن هناك تراجع للمحور الصيني الروسي في هذه المنطقة دكتور عبداللطيف وإذا كان هذا صحيحا وكان هناك تراجع على حساب ماذا يمكن وضع هذه المعادلة لهذا التراجع يعني عندما شهدنا سابقا توجه الصين بشكل أكبر إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال عقد اللقاءات وزيرات للرئيس الصيني إلى السعودية ومحاولة ضخ والاعتماد بشكل أكبر لهذه المنطقة نشهد لربما تراجع على مستويات سياسية على مستويات إبداء المواقف هل هذا صحيح وإذا كان صحيحا في أي معادلة يمكن وضعها لا لا يعني هي يعني تتميز الصيني السياسة الصينية بأنها سايلانس بوليسي يعني أو السياسة تتعمل بدون ضجيج ليس هناك تراجع بقدر ما هو هناك هجوم منظم وكبير من الغرب يعني إذا نذكر في مرحلة ترامب كان هناك انكفاء للأوضاع الداخلية الأمريكية هناك انكفاء للصرف على القواعد الأمريكية وسحب القوات الأمريكية من هنا وهناك فجاءت القيادة جديدة قيادة بايدن جاءت لعملية إعادة الاستفاف الأمريكي في المنطقة الغربية والسعي للبروز والقيادة العالم الغربي في مواجهة روسيا يعني هما نجحوا في كما أسلفت في مقابلات سابقة معكم اللي هي روشا آوت في يوروب يعني تكسير كانت التعاملات التجارية بين الدول الأوروبية وروسيا مليار في اليوم 365 مليار في موضوع الطاقة والتكنولوجيا وما شبه ذلك غير الموضوع السياحة والزراعة هناك نتحدث أيضا روشا آوت جيرماني دوم تحت السيطرة دمر الاقتصاد الألماني من خلال الصرف على البنية التحتية التي تجاوز 300 مليار لاستقبال الغاز والبترول بطريقة مختلفة وأيضا تدمير للعملة الأوروبية التي كانت تصل إلى يورو دولار وأربعين سنت الآن اليورو يقارب الدولار أيضا أمريكا أمريكا تسيطر على القرار الأوروبي من خلال السياسة الجديدة وأيضا الهجوم باتجاه الصين وإشغال الصين في موضوع تايوان وخلق مشاكل في موضوع حقوق الإنسان في هونغ كونغ وما شابه ذلك فبالتالي هي هجوم غربي منظم لاستعادة السيطرة على الأسواق وأعتقد أن الذي يحدث ليس إلا ترجمة لهذه الصراعات وكما يقول الأخوانا الأفارقة إذا تقاتل فالحشيش حتى يدفع الثمن وللأسف إن مارس الحب فالحشيش يدفع الثمن طيب دكتور عبدالطي في ضمن هذه القراءات التي قدمتها برأيك ما هي الخيارات التي من الممكن الاعتماد عليها على مستويات عربية في عمليات التوجه للمصالح وبذكرك إلى مسألة التهجير ومسألة المواطنين في الضفة إلى الأردن وفي غزة إلى مصر وإلى باقي دول العالم للسيطرة على هذه المنطقة هل تعتقد بأن هذا السيناريو سينجح فعليا بناء على ما تقوم به الإدارات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في الخطة المحكمة التي تحدثت عنها يعني إفشال أي مخطط يجب أن يكون هناك مخطط مقابل يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية لمواجهة ذلك خاصة من دول المواجهة والمعنية مثالك وأيضا الدول الخليج أيضا مستهدفة يعني أن تحدث الآن يتحدثون عن العودة إلى خيبر وما شبه ذلك ويصرحون بذلك والسيطرة أن يكون هما الدولة الرائدة في الشرق الأوسط من خلال إعطاء يعني هناك استراتيجية غربية وإسرائيلية بإعطاء مدين لقناة السويس من خلال قناة منغوريون من بدل طريق الحرير الطريق الآخر الذي سيأتي من الهند ويسمر في موانئ غزة وفي موانئ فلسطين المحتلة في عام 1948 يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية مواجهة لمواجهة هذا المخطط لتثبيت سكان الفلسطينيين في أراضيهم وأيضا استراتيجية على المدى القصير لإنشاء دولة فلسطينية لأن الدولة الفلسطينية ستكون هي الخط الأول للدفاع عن المصالح العربية وعدم تقدم المخطط الصيوني باتجاه المنطقة العربية وأيضا مساومة الغرب في أن مصالحه ستتضرر في موضوع الطاقة وفي العلاقات مع الغرب والذهاب باتجاه الصين إذا استمر الغرب في دعم الكيان السوني في هذه الطريقة أيضا إنشاء سوق عربية داخلية وتعاون عربي داخلي سعي إلى عمل تحالفات إقتصادية وسياسية إقليبية النشاط باتجاه إفريقيا يعني الذي قامت به جنوب إفريقيا كان يجب أن تقوم به أيضا الدول العربية وأن تدعمها ولم نجد ذلك أعتقد إذا بقيت الدول العربية على هذا الحال فسيكون مصيرهم كما أكلت للأسف أتمنى أكون مخطئ وكلت يما أكل الثور الأسود شكرا لك بالتالي يجب أن يكون هناك استراتيجية نعم أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة خبير الاقتصاد السياسي وإدارة الأزمات والصراعات الدولية الدكتور عبداللطيف درويش كنت معنا من آثنة